دخول اليوم الرابع للاشتباكات بين اذربيجان وارمينيا في اقليم ناغورني كارباخ المتنازع عليه اصبحت اتهاكات القوانين الدولية ومهاجمة اهداف مدنية محطة بادل الاتهامات بين طرفي الصراع مجلس الامن طلب بوقف فوري للمعارك والتهدئة والعودة الى مفاوضات هدفة دون شروط واصدر المجلس بيانا بعد جلسة مشاورات مغلقة اعرب فيها عن قلقه البالغ حيال التصعيد في المنطقة مؤكدا في الوقت ذاته دعمه لدعوات الامين العام للامم المتحدة انطوني غوتيريش للتهديئة الفورية واستئناف المفاوضات حدة المعارك تتصاعد على الارض ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين خلال اشتباكات عنيفة شهدتها مدن فوزولي وجبرائيل وترتر خلال محاولة الطرفين شن هجمات متبادلة لفرض السيطرة على المنطقة الجيش الاذري اعلن ان هجمات الجيش الارميني اسفرت عن مقتل واصابات عشرات المدنيين وتدمير خمسة وستين مسكنا شرارة تبادل الاتهامات طالت دول الاقليم حيث قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الارمينية ان طائرة اف ستة عشر تركية اسقطت طائرة سوخوي فوق الاراضي الارمينية ومقتل قائدها ولكن انقر نفت مزاعم ارمينيا واصرت على مطالبتها بسحب قواتها من الاراضي الاذرية ازمة الاقليم الصغير تخلط الاوراق الاقليمية والدولية وسط خشية جميع من توسع دائرة الصراع واستفاف العديد من الدول مع طرفي الصراع ما يشكل تهديدا مباشرا لمنطقة جنوب الققاز التي تمر بها خطوط انابيب تحمل النفط والغاز للاسواق العالمية